يلا الشرطر الاخير الشرطر الاسكت وحزينا خلاصوا السرعة. احنا عندنا كان زمان خالص اللي هو بيحصل اللي هو شوية مشاكل بسبب اللي هو آآ عدم الاحترافية في التعامل مع بمعنى ان انا كده اقلق الزنوب فهم من دوت اللي اخدهم ومعنوك شوية الابحاث والتجارب بفضل ان اخبر فيهم وعمل لهم عمليات وحاجات واسيب البيض. فده كان بيخلق لهو شوية مشاكل وحاجات من دي وعنصرية وكده لحد ما اتطور المفهومة عندنا وباني نعمل اخلاقيات في البحث العلمي. بيقول في آآ قواعد اسية اللي هو اللي هو البحث العلمي بتاعي. من ناحية اللي هو الاخلاق. انا عندي تلات حاجات سنتكلم على كل واحد فيهم. بالنسبة لان انا احترم الاشخاص فده معناته ان انا ماخدش الواحد اروح اشده وقول له لا يلا انت تنزل كبارا تعمل معي اللي هو البحث ده هو اللي انا هعمله عليك في التجارب او في المعمل او في اي اهد. فده انا بعمله عن طريق ان انا بتاعته وبخليه ياخد اللي هو قراره بنفسه. يعني اما يقبل اما يرفض هو براحته وقرار راجع دي. وده بيبدي له شيء من اللي هو هو بيقرر لنفسه. شيء من الكرامة والحرية ان هو يختار. بيقول اللي بتاع ده المفروض ان انا آآ اعمل يعني انا آآ احافظ او اللي هو احاول ارعى. نوع من الناس بنسميه اللي هو اللي هو الاشخاص القيمين. يعني مسلا الناس اللي هما آآ معهمش فلوس اللي هو البولبيول. دوت من الناس اللي هما بالنسبة لي في اللي هو لانهم هما انا لو قلت له انا اعمل عليك وادك الف جنيه هو يقبل لانه هو معهش فلوس. فالناس دي انا بحاول احاول اخلي اللي هو لهم آآ اللي هو لنفسهم كده ان انا ما هو مش عشان فلوسه خاص احاول اللي هو خليه يقبل من تلقاء نفسه. فالنسبة انا بديه او اللي هو اهتمام خاص. تاني حاجة عندنا اللي هو ان انا عندي مهما كانت اللي هو الاستفادة اللي انا هستفادها من بتاعي المفروض يبقى استفادة اللي هو صحة الناس اهم منها خالص. فهو بقول المفروض ان هو ده بيكون هو ان الشخص اللي قدامه اللي هو بعمل عائل الاختبار يكون كمان. يعني ان هو يكون صحيح اجتماعيا وعقليا واللي هو جاسديا ما حاولش اضره باي شكل من اللي هو بتاعي. وده بينسميه اللي هو اللي هو عدم الازاء. ان اللي هو الاستفادة بتاعتي دي تعتمد اساسها على ان انا ما ازيش الشخص اللي قدامي. فبيقول وده ده سؤال مهم جدا بتاعت الرسيرش ان هو ان هو هو يحافظ على الشخص ده سليم. وده بتكون اهم من سواء ان انا هطلع بالرسيرش ده معلومة مفيدة جدا. يعني مسلا ما يكونش اللي هو انا باخد من واحد اللي هو آآ من النخاء الشوكي بتاعه آآ كل شوية اللي هو عينة عينة عينة. هو ده بيرهقه. مش هقول له فاضل لك عينة كمان وهعمل ايه ومش عارف ايه? لا. ما دي بتوجعه وبتأثر عليه جاسديا. بل هو انا احاول اجنب الطريقة دي. اهم كمان من اللي هو الفائدة اللي هتهد من العلوم من رسيرش او اللي هتهد على اللي هو العلم من اه الامزة نفسه من رسيرش. هتكون كمان اهم من مصلحة الشخصية اللي هطلع منها يعني حتى لو انا عقسل مسلا دا مليون جنيه. لأ مصلحة اللي هو الشخص French اللي انا بعمل علي الرسيرش ده اهم طبعا. ان انا بحاول اوزع اوزع اللي هو كله. بمعنى انا ما اخدش بس الزنوك زي ما احنا قلنا ودولة اللي عمل عليهم. ما اخدش اسرى الحرب ودولة بس اللي عمل عليهم. لا انا اعمل ع الناس كلها. اللي هو ابيض مع سود ست مع راجل اللي هو الناس دولات ان انا قدر اعمل عليهم اللي هو كله مع بعض. يعني اللي هو بشكل متساوي. اه فانا بالتالي باخد الناس وبس لكت الناس اللي انا عاملها على اساس اللي هو على طريقة اللي هو عادلة. والدى بتقول ان هي مفروض اللي هو او العادل ان انا اه ما حاولش افيد على حساب التاني ما حاولش افيد البيضة على حساب اللي هما السود. ما حاولش اعرض جروب منهم لخطر معين والتاني. لا. وهنا برضو بحتاج اعمل اللي هو اللي هما مين اللي هو الناس اللي هو اللي هو اللي هم عديم اللي هم موجودين في المجتمع وخلاص كده او الان هو اسر حرب انت لو قلت له انا هعمل عليك بتاع وسهل لك اللي هو مسلا السجن يدخل لك مش عارف تلفزيون هخرجك قبل المدة كل ده انت هبتعمل له اغراءات فبالتالي احنا في الريسيرش اخلاقيا فبنامش اغراءات احنا في الريسيرش بنحاول نخلي الشخص المتلقاء نفسه هو اللي يقبل في الحاجات اللي زي دي بيكون اه يعني ما حاولش ان انا اعمل لهم اي اغراءات عشان يقبلوا ناس ثانية من اللي هما اللي هما مسلا اللي هما الناس اذا ما بيكونوش لهم انت لما تقول اه ان لما تقول اللي هو في الرعاية الصحية واحد ما عندوش وانا جاء اقول له انا هعديك مسلا لو رعاية صحية لحد ما نخلص العملية وبعدها هكمل هلك عادي فهو اكيد هيقبل الغصب عنه لانه هو عاوز يكون مع الرعاية الصحية بقى انها دي حاجة كده وثيقة باخدها من الشخص اه بفاهمه فيها كل الاجراءات اللي انا هعملها نشوفها حالا قدام بس هو بيقول دي دعباه معناها ايه اللي هو الموافقة اللي هو الشخص القادر ان الشخص ده قادر يعني اكتر من واحدة بشرين سنة اه وبالراح هو انا قدت له كل المعلومات اللي هو وفهمها كلها هو ساعتها بقى يقرر بتلقاء نفسه اه من غير ما يكون اه مكره ان هو من غير اللي هو اه يعني هو مش مكره ان هو يعمل كده ولا ان ان انا مأثر عليه سواء ان انا مأثر عليه بالاغراء بالفلوس او اللي هو انتيميديشن ان انا اقول له ده انا هاخليلك اللي هو كويسة ترعاك بعد كده بعد الاكسفيرمنت او بعد العملية والحاجات دي شخص بيقبلها من طرقاء نفسه غير ما غريب اللي هو البروسيس اه هو انا لما اقول الواحد كل اللي هو الحاجات اللي هتحصل في الريسيرش واقول له كل المسلا اللي هو الاعراض اللي هي اللي هو الريسكس اللي يتعرض له الحاجات دي مش كده انا بعمله اللي هو بحاول احترمه عشان هو اللي يقبل او يرفض في الاخر برام صفة دي او اللي هو الوثيقة اللي هو انا بفهمه فيها كل حاجة دي بتكون بتساوي هي هيها اللي هو اللي هو اللي هو لان انا بحفظ اللي هو حقوقه واجباته كبسة بتاعته واللي هو او الاختيار بتاعته ده بيكون بيحصل بين اللي اللي هو الريسيرش والبارتسمنت لان الريسيرش والبارتسمنت هو انا كباحس انا اللي بتكلم الشخص اللي نعمل عليه البحس ويقول له يجرالك ايه ويحصل ايه وكده يعني. وفي الاخر بأتأكد ان هو فهم كل الحاجات اللي هتحصل له. عشان يقدر ياخد في الاخر اللي هو اللي هو اختيار نبيع من ذات نفسه مش بتأثر باي حاجة تانية. عندي تمانية او اللي هو تمن حاجات بقولهم له في اللي هو او اللي هو عشان الوثيقة يا هو يقبلها. بقول له تمن حاجات. هناخد واحدة واحدة منهم فدولات بس هنا حالا مش محتاجينهم اللي هو رامح على ناخدهم واحدة واحدة حالا. عندنا بيقول ده هو ان انا لما بعمل ده معناته ان بتاعه متوافق اخلاقيا واللي هو مصمم كويس ومشتمل كل القواعد. اه وبيقول انا بعمل بس اللي هي بتحتاج وقت طويل ان انا ازنب فيها شخص معي او ان انا فيها نعم الكرياتيفتي ان انا حاجة لسه جديدة بحاول اكتشافها واطبقها فدي بحتاج ان انا اخذ فيها انها ممكن ترجع عليه بأثر سلبي. اه او حتى اللي هو ده اللي هو ان الشخص ده عشان اه اللي هو برضو عشان يفهم يعني اللي هو الدنيا. بعد كده ابقى التمن خطوات اول واحدة فيهم اللي هو ان انا هوصف له ده عبارة عن ايه? طبعا لازم اكون في الكلام بتاعي تجاهه. وهاعرفه ان ده لا بعمله عشان اه اللي هو اجيب او اجابات. لأسئلة انا مش عارفة لو انا انا اللي بعمله على حاجة دي ده اول مرة اكتشافها. فتالي انا مش عارف الاجابات بتاعه. فانا هجرب عليه واشوف اللي يحصل. وفي اللي هو الاختبارات اللي هو آآ هنعرفه ان هو مش ياخد اللي هو انا هقول له مش انت مش هتروح اللي هو مستشفى الجامعة لأ انت عارفين لما منشوف الافلام ياخده في مقوق فضائي ويعمل له اللي هو تجاربه واللي هو عالية قوي. فهو انت بتعرفه ان ده انت مش تاخد اللي هو الحاجات العادية لا انت تاخد حاجات عالية. آآ في الاخر بعد ما هوصف له الحاجات ده. المفروض هو يبقى اللي هو اللي هو وانه هو بقى بيقبل من تلقاء نفسه بقى اللي هو ده او لأ. وغالبا اكتر بنعملها اللي هو الحبار ده وان انا خليه يقبل آآ بنفسه اللي هو الحاجات اللي انا هعمل عليها تجارب آآ جاسدية. وبرضو بعملها تاني في اللي هو الحاجات اللي انا فيها وبقول له انت مسلا انا هاخد منك فترة قد ايها هتقعد معي مسلا شهر شهرين. اه تابعك اللي هو اللي هو المدة متوقعة. آآ بقوله ان هو مفروض يلتزم بايه وقتها? والمفروض ان هو الحاجات دي هو اللي هو يتفق عليها او يوافق عليها. والحاجات اللي بيحصل فيها بمعنى ان انا مسلا ممكن اجيب اللي هو اتنين جروبس واحد اديله بلاسيبو اللي هو اديله ده ومش فعال والتاني اديله هو الده والفعال. اقول له ان انت ممكن انا هاخدك واجرب عليك. بس انا مش عارف تتاخد اللي هو الده والفعال ولا لا. فمفروض ان انا اعرفهم اللي هو الحوار بالبلاسيبو ده برضه. ان انا اقول له اي مخاطر ممكن تحصل. عشان هو ده ده حق ان هو يعرف اي حاجة ممكن تحصل. وما حاولش اخبها عليه خالص. آآ بيقول اللي هو واللي هو ان انا ما اعملش تجربة او بحس اللي هو بيتعارض مع اللي هو اللي هو انا عندي اللي هو النزام الطبي ده بيكون فيه لجنة كده مختصة اللي هي بالرسيرش. دي بتشوف الرسيرش بتاعي ده هيضر المدى لو فيه مدى الضرر مسلا محدود. مسلا ممكن تقبل بمدى الضرر عالي تقول لك لأ شين الرسيرش بتاعك احنا مش عاوزينه. آآ في اللي هو البنفس فهموا الفوائد اللي هياخدها من الرسيرش ده وتحصل قدام بعدين منها اللي هو الرسيرش ده لو بقى اللي هو نجح وكده يعني اللي هيحصل للمجتمع والحاجات دي كلها. وطبعا دي او الفوائد دي ما عملهاش اللي هو ما افوارش فيها من الاخر بحيس ان انا لو افوارت انا هشده هكبره ان هو يجي يعمل اللي هو هو عivamente هو ci و focuseds لان نجح فألينه هو يعني هيغرب اللي هو وهيبدأ يعملو اما وبرضو اللي هو اللي هو هو اللي هو ماقولوش ان انا هعمله بس اللي هو ماقولوش ان انا هديك اللي هو فبالتالي هو يقبل عشان هو ما ردوش اصلا في الاول ما عندهش اللي هو رعاية صحية. دي ما بنسميهاش عشان ده حقه كراجل. او مش كراجل اللي هو كشخص في المجتمع هو حق ان هو يكون له رعاية صحية. فدي مش بالنسبة له. بس بيقول في محتاج اعمل برضو زي ما قلنا اللي هو اللي هما الناس اللي ما عندهمش اللي هو الرعاية الصحية المفروض دولات انا باخد اللي هو في اعتبارهم ان انا ما بحاولش اكبرهم ان هما يقبلوا عشان هما محتاجين رعاية صحية. انا بحاول اخلوهم يقبلوا من طرقاء نفسهم. بضعوا الكلمة دي يعني اللي هو عشان لو حد يعني الفضل يوقف فيها كتير. يعني انا اقول له ان هعمل عليك اللي هو تجربة معينة والنتج مسلا اللي ممكن يحصل كده. وفهموا برضو ان هو ممكن ياخد اللي هو اللي هو ممكن يروح اللي هو الجامعة العادية اللي هو مستشفى العادية. وما فيش مشكلة ويروح يتعالج فيها. بس انا بجرب انا حاجة جديدة فهو اللي عنده الحق بقى ساعتها يختار اه او لا هو اللي هما يعني. مفروض ان انا اعرفهم ايه اللي هو المفروض التانية ممكن يقدر ياخدها اللي هو الحاجات الفرائية اللي هو الاساسية العادية اللي مفروض الناس كلها بتتعالج بيها. هو ممكن بقت ساعتها بقى يقبل البتاع بتاعي او يروح يختار اللي هو اللي هو العادي. اللي هو 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 من حاجة بقى يعني سرية. ده ان المفروض المعلومات اللي هو هيقولها لي تكون دي يعني اللي هو ما تكون سر بالنسبة لي. وعرفوا انا هقولها لمين? هقولها لانهي ناس بتاعت اللي انا بعمل فيها مسلا. اه وحتى لو انا قدامي بس آآ ان انا قدامي بس اللي هو حاجة بس سرية. لو اقدر احفظها لنطاق معين احاول النطاق دهو احفظه على قدر الامكان. ما حاولش اللي هو افور اللي هو خلي كل المعلومات بتاعته ظهر. بيقول ده بيحتاجه عمله لما بيكون في يعني لما شخص يكون لو انا نشرت عنه معلومة هي يتضمر اه اللي هو هي يتضمر مسلا اللي هو على مستوى اللي هو البابليستي او اللي هو على مستوى اللي هو او الناس اللي هو العامة لانه هو مسلا شخصية مشهورة ده انا بحاول اخليها لان المشكلة الاخطر بتاعهم اللي هو هو ان هو مش عاوز المعلومات السرية دي تطلع مش عاوز المعلومات ده هي يحصل لها اختراق اعرفه ان هو لو جرى له اي حاجة طلعت له مسلا اي حاجة من الحاجات دي ان انا هتدي له فلوس عنها لو حصلوا او اي وبرضو اه اللي بتادي انا بحاول اعمل له اللي هو بتاعه يعني لو حصل اي مشكلة طول المواصلات قد هاله بتاع اللي يعوده معي اروح اعوض هاله مسلا اعمل له باكلة او اي حاجة بس برضو الحاجات دي اه بتكون يعني لو بعتمد ان لو على السعر العادي يعني مسلا كيس بخمسة جنيه لو خمسة جنيه ما جيش يقول لي ان انا مسلا انا عاوز كيس اللي هو بعشرين جنيه مش عارف ايه لو لا انا عاوز لك الكس اللي هو الحاجات الاسية بتاعتي. ده مفروض ما يكونش هاي لان انا انا مسلا قلت له انت عشين تجي لي مسلا من الاسوان اللي هنا انا هديك عشرين الف جنيه. لا هو من الاسوان اللي هنا مسلا ياخد له الف بس. فبالتالي انا مش عاوز اللي هو اعمل له برضو او اللي هو او اللي هو مش عاوز اغريب اللي هو بالحاجات دي. ان مسلا عندي يعني اللي هو لو المجتمع ده فقير هو طبعا هيقبل على طول. فانا بحاول اخلي الشخص ده ده انا بعمل ان قررت نفسه او من ذات نفسه اللي هو الحاجات دي. انا عندي اعرفه هو مفروض يكلم مين لو عاوز يبحس عن حقوقه واجباته في اللي هو الحوارات بتاعت اللي هو وكده يعني. وطبعا ما يكلمنيش انا اللي هو وما يكلمش اي حد تاني خاص بالرسيرش ان احنا طبعا هنحاول هو ناخد الحاجات اللي صالحنا لا انا هتدي له واحد في في اللجنة الخاصة باللي هو بالمتابعة اللي هي مسؤولة عن الاخلقيات اروح اقول له تكلم كزا فيها لو انت عصير فوقك واجباتك. ان انا في الاخر اقول له ده طبعا ده تطوعي. هتقبله انت شخص متطوع. مش اكراهي عليك ولا اي حاجة. بعد كده احاول اعمل ده اللي هو احنا كده خلصت تمانية بتاع بتاع اللي هو هنعمل هوقعه. فده هوقع او اللي هو بيني انا كرسيرشل وبين اللي هو الشخص اللي قدامي كبرتسبنت بنوقع احنا الاتنين عليه وكل اللي هو الكتب وكل اللي هو الحاجات اللي بتريكميند ايه بالنسبة لي. اه بتزكي ان انا احاول اخد اللي هو ريتن. يعني انا اللي مسلا انا عاوز اعمل رسيرش اقول له تعالى امضي قدامي ان ان انت وفقت على كل الكلام ده. عشان مسلا ما جيش يعمل فيها شكوى بعدين انه هو ما وفقش وكده يعني. اه وبرضو دي بتختلف انا ممكن اعمل مرة ومرة لأ ده على حسب ايه? يعني مسلا لو ريسك سيرفي ان انا مسلا هوقف واحد واسأله سؤالي. انا محتاج اخليه ليه? مش محتاج. اه في ناس برضو لان الناس في ساعتها مسلا ممكن يبقى وانا ليه امضي وروح اجاوب كمان لان امشي يا عم واخدها من قصيرها لوا ما اتضرش وما فتش. ده برضو ان انا لما بحب اعمل لوا او ما اعملوش انا بقول لهم انا عامل رسيرش كزا كزا. فانا بالتالي انا محتاج ايه? هل محتاج امضي امضي ولا ممضيش ولا اعمل بالزبط? في حاجة عند اسمها انا مش محتاج كل التمن خطوات دولة اروح اذكرهم في اللي هو انا ممكن اشيل واحدة او اتنين منهم برضو على حسب الحاجة اللي انا هعمل فيها فبيقول في ممكن انا ما بحتاجش فيها اعمل اللي هو اام في محتاجش اعمل فيها اللي هو اه كل في اللي هو الريسيرش فدي بالتالي انا بروح اتعلم اللي هو الواحدة الاخلاقية اللي بتابع وقول لهم انا عاوز اعمل بحسة عن كزا ممكن اشيل مسلا اللي هو الاتنين دولت اتنين دولت من اللي هو ولا لأ. هم يقبلوا او يرفضوا. ابقى وظيفة اللي هو اللي هو مسئولياته انه هو اللي هو انه هو بيحق زي ما قلنا اللي هو بتاعته انه هو يحافظ على بتاعت اللي هو انه هو يخليه يحافظ على الرفاهية بتاعته وحافظ علي ومنتل والحاجات دي كلها وانه هو انا بحاول امشي وفقه بروتوكول معين ما يدرش بالشخص اللي قدامي البروتوكول ان انا امشي بقى اللي هو في محازاته لو انا قدامي مسلا اللي هو اللي هو او اللي هو المؤسسة قالت لي انت رسيش عشان تعمله والله ادى اتكلم الشخص وتمشي وراه بالخطوة الاولانية كذا والتانية كذا والتالتة فهو تنيني ماشي وراه اه والريسيرشان من وظيفته انه هو بيعمل اللي هو اه لان الاسطاف كله يعني انا العملية ما اجيبش اللي هو مسلا جراح مبتدئ واقول له تعالى اعمل معي انا عملية دي لأ انا بحاول اخلي الاسطاف كله مهيئ للي هو اللي انا بعمله وبرضو اللي هو واللي هو ان انا احاول اخلي معي داتا لانا مسلا الجلاسات اللي بقعودها انا والشخص القدامي العمليات والحاجة دي احاول اكون مصورها بحيس ان لو في حاجة غلط ظهرت اي حاجة كل حاجة تكون متصورة وجاهزة عشان لو حصل اي مشكلة وزي اللي هو اننا طبعا دي اللي هو اللجنة الاخلقية انا ما ينفعش اعمل حاجة من غير موافقتها فبالتالي هي بتكون اول حاجة اللي هي المسؤولة عن اللي هو اللي هي بتكون مسؤولة ان هي تكمل اللي هو اه بتاع الطول ماشي معي واحدة ورات تانية تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه وبتديني كل اللي انا محتاج اعملها والمفروض ان هو مسؤول تماما ان هو يعني اللي هو يتفق معه اللي هو في كل بتاع قالت له تعمل كزا يروح عامل وراها كزا على طول. اه البست الصدي بعد ما انا اخلص بتاعي انا المفروض انا بحاول اه اه اخلي المجتمع بقى بتاعي طالما انا عملت نجح ان هو يستفيد من اللي هو او من اللي هو الفوائد بتاعت اللي هو اللي الصدي بتاعتي بعد كده بقى بيقول اخرى التلاتة اربعة صبح عندنا اللي هو عندك اللي هو عشان انا انا محتاجي يكون عندي شوية اه اسس اوقاع عندي اه بمعنى ان انا اكون اللي هو بعمل البحث بتاعي متكامل مش اللي هو ما بهدش وخلاص في البحث ان انا احترم الشخص اللي قدام اللي انا بعمل على البحث ان انا اصهر له التعاطف معه ان انا اتعامل معه بسياق محترم ما جيش ادي له حقوقنا استحمل يا ابنل وكده يعني واللي هو ان انا برضو يكون انا اللي هو ايه يعني اللي هو انا حاسس باللي قدامي انا حاسس باللي قدامي اللي هو فيه بقى عشان اعمل بحث محتاجي سبونسور وراي او اللي هو راعي اللي هو يزبط لي اللي هو احوار اللي هو الفلوس والكلام ده هو فيقول ان دولت بيكونوا مسؤولين في اربع حاجات اول حاجة ان هم يعملوا اللي هو بتاع اللي هو ان هم اول حاجة الناس اللي هو يدفعوا الفلوس دولت يكونوا متفقين مع اللي هو او اللي هو الوحدة الاخلاقية ويشوفوا هي دي طلبة منهم ايه مسلا وندفع الفلوس فين وكده وبعدين دولت بقى احنا كان اللي هو اللي هو بيروح عاملين هم بقى اللي هم بيصرفوا عليه هم اللي بيحطوا بلان والبلان دي بعتوها تروح موافقة عليها يروحوا مدينها ايه يروحوا مدينها للرسيرشر والرسيرشر يمشي عليها فبالتالي اللي هو يعني بعد كده انا بختار ان هما الناس اللي فيهم السبع تامل خصاص اللي احنا قلناهم فوق دولت اه ان هما يعملوا بتاعي بعدين ادي دولت اللي هو البرتوكول او اللي هو الالتزامات اللي قدامهم ايه الحاجات اللي هيعملوها وايه الحاجات اللي يقولوها للاشخص اللي قدامهم? انا بقى لو انا عندي يعني انا واحد جاي من امريكا يعمل عندي انا في مصر بحس اللي يحصل عندي برضو اربعة حاجات لنعمله اول حاجة ان هو يشوف بتاعتي انا يعني يجي يشوف انا عندي بتاعتي طالب ايه منه؟ يعني ميروحش عند امريكا ياخد اللي هو بتاعته طالب ايه منه لا يجي عندي انا شوف انا طالب ايه منه واللي هو اللي انا المفروض هو يتفق بيها. وبعدين هو طبعا يدفع الفلوس انه هو و جاي من برة. يدي اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو في الريسيرش. انه هو بالاخر هو يعني ايه هو اللي يتكفل بكل مصاريف اللي هو الريسيرش. ويحاول لو فيه مسلا اي بلدنج ان انا حاول ابني على حاجة او حاجات من دي هو اللي يتكفل بيها. وقبل ما نبدأ اللي هو لسة دي بتاعتنا المفروض ان هو بيعمل بحس مفيد لي انا في المجتمع بتاعي. يعني ما يعملش مسلا بحس عندي ويكون البحس ده ما يفيدنيش انا كمجتمع مصري ويفيد امريكا. لا يجي يعمل عندي البحس يكون هيفيدنا لكمان. وهو ده الريسيرش بيكون اه اللي هو يعني اه له علاقة بتاعت اللي هو المكان اللي هو 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 جاي يعمل عندي انا في مصر يعني مصر. فهو المفروض اللي هو الحاجات اللي يعملها تتفق مع اللي هو فوائد بتاعتي انا في مصر. الكلام من الباقي ده مش مهم. بعد كده اللي هو اللي هو هو اه ويعني هو من الاخر بيحاول يطور بحيس ان هو صح من الاخر. حاجات ممكن تقابلني في اللي هو اللي هو اللي هو تضرب المصالح. كلام اهبل تلاتة ملوش اي تلاتين لازمة هو بس نعرف ان التلات مصالح اللي بتضربه اللي هو المؤسسة اللي هي تقود البحس اللي هو الناس اللي يدفعه. والريسيرشر اللي هو الشخص اللي يعمل. بتحصل ازاي? ان مسلا بيكون بيعمل البحس عشان ياخد فلوس. بيكون بيرعى اللي هو عشان آآ عاوز يدوبك بس حاجة بس كده اللي هو اللي هو مسلا انا مسلا اقول لهم ده فيه مسلا مرض مدمر هيجي كمان عشر سنين. فبالتالي الناس بدأ تاخد احتياطاتها والناس بدأ تشتري بتاعي وكده يعني يكسبوا من اللي هو الموضوع ده. ان هي برضو ممكن يكون من التضرب من مصالف تاحنا كل شوية تقول آآ اللي هو اللي هي تقول لكل الناس بيرعى اللي هي تقول لن هو هيئة البحسين دولات كل شوية يعمل لي النهاردة بحس. يعمل لي كمان شهر كمان بحس. بحس 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 لان هو لما بيعمله بحس بيجي لهم هما كمان فلوس. فاللي هو من اللي هو والكونتراكت ده اللي هو مؤسسة كده اللي هي بتدفع فلوس اللي هو الانستيوشن وحاجات من دي. كلام اللي بقى ما نعملوش ايه ستين لازمة فاللي هو التضارب من مصالح انه هو كلهم عاوزين فلوس وهم كلهم ولا تكلم. آآ انا امنع بقى التضارب من مصالح ازاي? ان انا اعلم وحاول اعملهم على ان انا احاول اللي هو عمل اشراف على بحس ان ما يحصلش تضارب مصالح. بالنسبة للي هو احاول آآ اللي هي انا بتعمل تخلي اللي هو يعني لو في تضارب مصالح يقولوا والله ده بيتعارض مع مصلحة مسلا للشركة الفلانية. يكتبوا كده في البحث بتاعه. ونفس الوضع في بيعملوا برضو اللي هو يعني انا همحتاج في اخر او اللي هو المقال بتاعك تبي اما ما فيش تضارب مصالح مع اي حد خالص اما اقول له في تضارب مصلحة مع الشركة الفلانية. انه هي مسلا هي بتستفيد او انا بتستفيد. في حاجة تانية عندي ممكن تحصل اللي هو اللي هو انا عندي ممكن انا كشخص بعمل البحث ان انا مسلا يحصل انا عندي مسلا انا عملت وطلعت غلط اقول لا طلعت صح احاول اللي هو يعني بكتب معلومات غلط وخلاص انها انقل من شخص تاني. فبالتالي اللي هو كل الكلام ده ملوش لازمة لحد ما نوصل هنا او اللي هو اللي هو مسلا في الانستوشن في هيئة المبسسة لو لأوا واحد بيعمل اللي هو الموضوع ده يروحوا عاملين من غير ما يخافوا ان هم ممكن يتعاقبوا او اي حاجة هو احنا هنحميهم كاسي كالكوميونيتي وحاجات من دي. اللي هو اه مش فيه في البحث كده يقوله ده تم بواسطة مسلا الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني والفلاني والفلاني هو ده ان انا احط دكتور مسلا معي في البحث او ده شارك معايا في البحث. هو اولا بيقول لان انا بعمل آآ اللي هو بنشر البحث بعد ما خلصه اكيد ده طبعا بدي بيقول بعض او الباحسين بيلقوا نفسهم تحت ضغط ان هم آآ بيكونوا موضوعين تحت يعني مسلا رئيس الشركة يقول لي عشان تحمل بحس لازم تكتب اسمي معاك. واحد ماسك علي زيلي عشان تعمل بحس تكتب اسمي معاك. وهو ما يكونش عامل حاجة خالص. فدي آآ بتكون من الحاجات برضو اللي هو فيها او فيها مشاكل في يعني. فمفروض ان انا بحاول بخاطر الامكان دي تحاول اللي هو او التزوير او ان اللي هو دي تحاول بخليها اللي هو مش رفع الوضع ده وما تحاولش تخلي ناس مكروها انها تعمل تدخل اسمي اللي هو الناس المسؤولين عنهم او في حاجة تانية اسمها دي انا مسلا انا هعمل بحس وانت تعمل بحس اقول لك اكتبني عندك واكتبني عندك بحس ان احنا نكون عملنا بحس ايه ودي اللي بتحصل عادي يعني مفيش مشكلة. بيقول عشان اكتب واحد في البحس بتاعي المفروض ان هو يبقى ويبقى عن طريق ايه عن طريق تلت حاجة ان هو يكون شارك معايا في الانتربت اه في الانتربريتشن مسلا او او دزاين ماشاك معايا في اي خطوة من خطوات ان هو رجع مسلا عمل اه او ان هو اه ادالي في الاخر الموافقة الاخيرة على اللي هو ان هو يتقبل قال لي ده انا اللي هو في الاخر كده قريته لقيته تمام زي فل هو خلاص بقى يلو ان شاء احنا خلاصنا اللي هو بتاع كوبيكس